موسيقى في مفاوضات استانة السادسة توقعتم بالاتفاق على خفض التسعيد بريف ادلب وحجم القوات المراقبة للهدنة كوريا الجنوبية تجري مناورة حية هي الاولى من نوعها بصواريخ كروز موسيقى ومجلس الامن يدين العنف في ميانمار ويطالب بخطوات فورية لوقف العنف اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان وصلت الى استانة جميع الوفود المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات حول تسوية الازمة السورية من بينهم اربعة وعشرون ممثلا من المعارضة السورية المسلحة والمبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا والقائم بعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي هذا ومن المخطط ان تبدأ الجولة السادسة من اجتماع استانة دولي حول سوريا اليوم ويشار الى ان المفاوضات ستجرى خلف ابواب مغلقة وستكون مناطق خفض التصعيد في سوريا احد المواضيع الرئيسية في المفاوضات اذا تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية الجولة السادسة من محادثات استانة حول التسوية السورية واجرى ممثلو الدول الثلاث الضامنة روسيا وايران وتركيا امس مشاورات تمهدية بحضور المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا التفاصيل مع الزميلة خديجة الرحالي انطلقت تلك المشاورات التقنية باجتماع مشارك ضم منذبي روسيا وتركيا وايران بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا وينقش الاجتماع تبادل المعتقلين لدى قوة النظام السوري والاسرة لدى الجيش السوري الحر والكتائب الاسلامية ازالت الالغام من المواقع الاسرية وايضا القضايا الانسانية في مناطق تخفيف التصعيد هي من ضمن النقاط بحسب وسائل اعلام روسية من جانبها اكدت المعارضة السورية مشاركة وفدها في جولة السادسة من المفاوضات السورية في أستانا واعرب القيادي في المعارضة السورية ورئيس هيئة التفاوض او الهيئة السياسية في جيش الاسلام محمد علوش اعرب عن تفاؤله باجتماع أستانا المزمعي عقده ما بين الرابع عشر والخامس عشر من أيلول الجاري مشيدا بتوقف القصف مختلف المناطق السورية مضيفا ان منطقة القلمون ايضا ضمت الى مناطق خفض التوتر تم ضمها واعتقد انه سيتم ضم منطقة جديدة وهي جنوب العاصمة دمشق لافتا الى ان بعض مناطق خفض العنف تم رسم حدودها فيما بعضها الاخر قيد التفاوض قال فؤاد عليكو عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا في جينيف في لقاء ماخبار الان قال ان المفاوضات تسير بشكل ايجابي لاسيما بعد التطورات المهمة التي حدثت ما بين اجتماع استانا الخامس واجتماع استانا السادس وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مناطق الجنوب وحمص والغوطة واضف عليكو ان الاجتماع الحالي سوف يركز على تثبيت هذه الاتفاقيات من جهة والبحث بعمق عن تخفيف التصعيد في المنطقة الشمالية خصوصا شمال حلب ومحافظة ادلب من جهة اخرى بالنسبة لاستانا حقيقة الاجواء ايجابية كما ورد في نشرة اخباركم لانه حصل ما بين استانا الخامسة واستانا الستة حصلت تطورات كبيرة ومهمة وايجابية على صعيد تخفيف التصعيد في العديد من المناطق كما ادى ذلك الى توقيع عدد من الاتفاقيات في هذه المناطق مثل منطقة الجنوب ومنطقة الغوطة بشقيه سواء مع جيش الاسلام او مع فيلق الرحمن ومنطقة حمص والان موضوع القلمون ودمشق الجنوبية او جنوب دمشق ضمن اطار وقف التصعيد الان استانا سوف يركز على تثبيت هذه الاتفاقيات من جهة والبحث بعمق حول كيفية تخفيف التصعيد في المنطقة الشمالية وتحديدا في شمال حلب كمنطقة تنرفعة ومنخ ومحافظة ادلب وهو الاعقد من بين الملفات اللي يدرسها في يناقشوها في اسيتانا ميدانيا سيطرت قوات سوريا ديمقراطية على مقر كتيبة عسكرية ومحطة قطار ومقر لواء 113 شمال مدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش وضف المرصد ان مسلحي تنظيم شنوا سلسلة هاجمات بسيارات مفخخة على المناطق التي تقدمت اليها قوات سوريا الديمقراطية دارت على اثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين اصيب عدد من المدنين بجروح بينهم حالات خطيرة جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على بلدة عين ترما في ريف دمشق واستهدف قصف مدفعي وصاروخي مماثل حي جوبر شرقي العاصمة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين فصائل من المعارضة المسلحة وقوات النظام على اطراف الحي في محاولة من الاخيرة فاصلح جوبر عن بلدات الغوطة قالت مصادر عسكرية ان حافلات تقل مقاتلي داعش وصلت الى منطقة يحتلها التنظيم في محافظة دير الزور السورية بعد ان اطلقت تنظيم سراحة اسيرا من ميليشيا حزب الله اللبنانية وسمح النظام وحزب الله لقافلة من ثلاثمائة مقاتل وثلاثمائة من اقاربهم بمغادرة جيب على الحدود السورية اللبنانية بعد هجوم هناك الشهر الماضي لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في العراق قصف الطيران العراقي نقطة تفتيش وأهداف لأفراد تنظيم داعش في قضاء الحويجة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة استطاعت الضربات الجوية أن تقتل مسؤول التحقيقات في داعش المدعو أبو عمر العراقي أثناء تواجده في أحد مقر التنظيم وسط المدينة كما أدت الضربات أيضا إلى قتل أربعة من مرافقيه أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي اي مايك بومبيو في تصريحات أدل بها في الذكرى السادسة عشر لهجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر الإرهابية أن أيام قادة تنظيم القاعدة باتت معدودة وقال إن التنظيم أصبح أضعف عما كان عليه في عام 2001 إلا أنه لفت إلى استمرار التهديد الذي تشكله تنظيمات أخرى مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرهما مشددا على ضرورة اليقظة كي لا يتكرر ما حدث قبل ستة عشر عام أذا وتعتزم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نشر حزمة كبيرة من بيانات أسامة بن لادن التي تم احتجازها في عام 2001 في عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة وأكد مدير الوكالة أن الحديث يدور عن ملايين الوثائق الورقية والإلكترونية من ضمنها مراسلات بين بن لادن وأسرته ومذكرات زعيم القاعدة حول عملية التنظيم مشيرا إلى أن نشر تلك البيانات يمثل أهمية كبيرة للأمن الأمريكي القومي شائعة موت الظواهري هل تستطيع القاعدة إخفاء سر كهذا؟ هل يمكن أن يكون ترويج القاعدة لحمزة بن لادن هو محاولة لتغطية على سر مظلم للتنظيم كهذا؟ ما هي حقيقة شائعات موت أيمن الظواهري؟ وأن القاعدة هي الآن بين يدي مجموعة غامضة وقادة غير معروفين إليكم مشاهدين تحليلنا للشكوك المتنامية حول مصير الظواهري يبدو أن أحد الأسماء المستعارة التي كان يفضلها أيمن الظواهري هو الدكتور نور هذه الأيام أصبح الدكتور نور هو الدكتور الظلام لم يسمع منه أحد شيئا منذ فترة طويلة ولم يشهد أحد دليلا موثوقا على أنه على قيد الحياة بل على العكس من ذلك فإن الرسائل الأخيرة القادمة من الظواهري تتحدث عن أمور قديمة ولا علاقة لها بالأحداث الأخيرة على الرغم من أن التحولات الكبيرة التي تحدث فيما يتعلق بالقاعدة حتى بعد ظهور مجموعة غامضة تطلق على نفسها القيادة العامة للقاعدة من هؤلاء؟ ومن هم أسيادهم؟ في الواقع يبدو أن التعامل مع اختفاء الظواهري يشبه كثيرا ما فعلته طالبان حليفة القاعدة إذ أخفت وفاة زعيمها الملع عمر لمدة عامين بهذه الطريقة لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يبايع فيها قادة القاعدة وأتباعهم رجلا ميتا إذا ما ثبت بالفعل أن الظواهري قد مات ومن شأن تنظيم القاعدة أن يبرر هذه الأكاذيب بسهولة كبيرة لأنه يستخدم وسائل خادعة حتى على أفراده لتحقيق أهدافه الشريرة إخفاء وفاة الظواهري سوف يكون له بالتأكيد فوائد كبيرة للقاعدة وسوف نتطرق إلى هذا الجانب في تحليل آخر خلال الأيام القادمة في الوقت الراهن من المهم أن نلاحظ أن ترك إرث غامض كهذا هو أمر يتناسب مع شخصية الظواهري أيضا وهذا من شأنه أن يفسر جزءا من القصة ويوضح لماذا كان في الأيام الأخيرة يروج لحمز بن لادن من الممكن أن الظواهري لم يكن لديه أي خيار آخر لأنه كان يعرف أنه يواجه موتا سابقا لأوانه التشبيه الأفضل لحالة الظواهري هي عمليات القاعدة حيث أن صفقاته دائما تكون خاسرة ومظلمة ولن يكون من المستغرب أن يحيط الغموض براحله أيضا وأن يتوجه بصفقات التنظيم نحو الموت والدمار موت الظواهري سيؤدي إلى تحول في القاعدة لهذا السبب من المهم أولا التأكد من صحة الشائعات حول وفاته ماذا تعرفون عن الشائعات المتعلقة بقتل الظواهري؟ عند النظر إلى مصادر موثوقة ما هي العلامات التي تشير إلى أن الظواهري قد مات بالفعل؟ ابحثوا في الأمر ودعونا نعرف بالنتائج التي تصلون إليها ونبدأ الحوار مئات الأوروبيين ممن كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا يحاولون إيجاد سبل للعودة إلى بلدانهم ما يشكل تهديدا كبيرا تصعب السيطرة عليه التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديما نجم مئات من مسلحي تنظيم داعش في إدلب بسوريا يتجمعون قرب الحدود التركية في محاولة منهم للفرار إلى الدول التي جاءوا منها معلومات كشفت عنها صحيفة الجارديان البريطانية مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت نقل عشرات المقاتلين عبر الحدود من سوريا باتجاه المدن والبلدات التركية في الجنوب ولا تزال موجة نزوح مقاتلي التنظيم مستمرة من مناطق لا يزال التنظيم يحتلها في كل من العراق وسوريا بعد أن فقد التنظيم أجزاء كبيرة من الأراضي التي كان يحتلها اعتبرت الصحيفة أن موجة النزوح لمسلحي التنظيم ومحاولة العودة إلى بلدانهم مع أسرهم تشكل تحديا كبيرا لمجتمع الاستخبارات العالمي الذي ينظر إليهم على أنهم تهديد كبير يصعب السيطرة عليه وأن فرص إعادة دمجهم بالمجتمع تبدو ضائلة في السياق ذاته ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن 2500 أوروبيا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق داعيا إلى ضرورة تحسين التعاون مع القوى العسكرية المنخرطة في منطقة النزاع للحصول على معلومات لسلطات الأمن الأوروبية مثل بصمات أصابع يد المشتبه بهم مضحا في الوقت نفسه ضرورة تبادل بيانات بيومترية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لكشف هوية العائدين من القتال في صفوف داعش في الوقت المناسب وبحسب المفوض فإن العدد كان ضعف المذكور إلا أن 1500 شخص عادوا إلى أوروبا ونحو ألف آخر قتلوا خلال المعارك كما أن هناك مقاتلين أوروبيين في سوريا والعراق ينتقلون إلى مناطق أزمات أخرى مثل الصومال أو اليمن متوقعا عدم عودة الكثير منهم إلى أوروبا يشير المفوض في تصريحاته إلى تغير تم رصده في استراتيجية تنظيم داعش إذ لم يعد يدعو الأوروبيين إلى القتال في سوريا أو العراق بل إلى تنفيذ هجمات في محيطهم المباشر موضحا أن الإرهابيين يتبعون حاليا استراتيجية شن كثير من الهجمات الصغيرة ذات تكلفة لوجستية منخفضة بدلا من شن هجمات معقدة وتفصيلية مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر هذا وتشير بعض التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم يعتقد أنهم قتلوا في المعارك التي خاضوها دفاعا عن الأراضي التي احتلها التنظيم بعد عام 2014 في كل من العراق وسوريا كما أن هناك اعتقاد بأن الآلاف من المقاتلين المحليين من تنظيم داعش قد عادوا إلى مجتمعاتهم المحلية إلا أن أعداد المقاتلين الأجانب الذين نجوا ويتطلعون للعودة إلى ديارهم لا يزال غير معروف وفيما يفضل مسؤولون أوروبيون أن يكون المقاتلون الأوروبيون الذين انضموا إلى تنظيم داعش قد قتلوا وأن من بقي منهم ليس لديه خطط للعودة يبقى السؤال الأبرز كيف يمكن التعامل أمنيا مع ظاهرة المقاتلين الأجانب العائدين من سوريا والعراق أجرت كوريا الجنوبية مناورة بالذخيرة الحية هي الأولى من نوعها التي تختبر فيها صاروخا من نوع كروز يطلق من الجو وتتوقع كوريا الجنوبية أن تعزز المناورة الأخيرة من قدراتها أمام جارتها الشمالية في حال اندلاع حرب بينهما خاصة في ظل تصاعد حدة التوتر مؤخرا دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في ميانمار حيث تتعرض أقلية الروهينجا المسلمة إلى تطهير عرقي وطالب المجلس سلطات ميانمار تعليق الأنشطة العسكرية وفرض احترام القانون في ولاية راخين التي فر منها أكثر من أربعمائة ألف شخص هرب من الانتهاكات التي يتعرضون لها ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة ماذا بعد؟ بعدما قتل الرجال والأطفال واقتصبت النساء واشتعلت النيران في بيوت المدنيين الآمنين ماذا بعد هذا الظلم؟ فاقت معاناة أقلية الروهينجا المسلمة كل خيال يمكن أن تكون وصلت إليه وحشية البشر ومهما روى الهاربون من الموت بشاعة ما رأوه لا يمكن لأحد أن نصدق العالم بأكمله يعيش الصدمة الأمم المتحدة انتفضت ودعت إلى تقديم مساعدات عاجلة للاجئين الروهينجا في بنجلادش فأعداد اللاجئين إلى بنجلادش تتضاعف في كل ساعة ومعها تتضاعف الحاجة للمساعدات إذ تتزايد الأعداد بنحو 57 ألف شخص خلال اليوم الواحد منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف زارت مخيمات الروهينجا في بنجلادش وأكدت أن 200 ألف طفل من أقلية الروهينجا المسلم اللاجئين في حاجة إلى دعم عاجل معربة عن قلقها إزاء أفضاعهم الإنسانية الصعبة في المخيمات وقالت اليونسف إن هذه الأزمة الإنسانية متزايدة والأطفال في صميمها وأن 60% من اللاجئين هم من الأطفال مشيرة إلى وجود العديد من الأمهات الحوامل اليونسف تطالب بتوفير مبلغ يقدر بـ 7 ملايين و300 ألف دولار أمريكي كحد أدنى من التمويل بشكل عاجل لتوفير المساعدات الضرورية لهم كما ترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة بأنه لا يوجد أي مؤشرات على توقف تدفق لاجئي أركان وفي سماء لا تلوح فيها حلول قريبة للأزمة في بورما تقول الأمم المتحدة إن خيار نقل الروهينجا إلى جزيرة تابعة لبنجلاديش قد يكون حلا مؤقتا تستعد ولاية فلوريدا الأمريكية لأكبر عملية تنظيف وأصلاح في تاريخها لإزالة مظاهر الخراب والتلوث التي خلفها إعصار إرما وتسبب الإعصار بهدم منازل وإجلاء أكبر عدد من المواطنين في تاريخ الولاية بعد ترحيل نحو ستة ملايين مواطن من منازلهم بالإضافة إلى انقطاع الطاقة عن أربعة ملايين مبنى ووحدة سكنية وهو ما يعادل نصف ولاية فلوريدا تقريبا إلى جانب الخسائر المادية وتسبب إرما في خسائر تقدر بنحو 200 مليار دولار فيما فقد أربعة ملايين منزل وشرك على الأقل وارتفعت حصيلة ضحاياه لـ 12 قتيل إلى ماليزيا حيث قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في حريق في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كولا لنبور وبحسب السلطات فإن الحريق اندلع في مدرسة قرآنية وكان من بين ضحاياه طلبة في المدرسة ونقلت جثث الضحايا إلى مستشفى قريب فيما ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير التغير المناخي سيجعل التقصى أكثر رعبا وسيكون عرضة لأعصير أكثر خطورة أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها تطبيق جديد يتنبأ بالزلازل أطلق باحثون من جامعة كاليفورنيا تطبيقا جديدا يستطيع التنبؤ بالزلازل مخصص في العمل على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وكذا الباحثون أن التطبيق لا يمثل إلا البنية الأولى لمشروع طموح يسعى إلى بناء الشبكة العالمية القادرة على رصد جميع الهزات والزلازل في جميع مناطق العالم نقرأ لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية ركاب القطارات في السويد يزرعون شرائح ذكية بأيديهم بدلا من التذاكر أعلنت شركة السكك الحديدية السويدية إجراء تجربة على مئة شخص لزرع رقاقة ذكية بأيديهم لدفع ثمن رحلتهم بدلا من التذاكر وبفضل هذه الرقاقة المدمجة في اليد أصبح الركاب قادرين على الحصول على تذكرة دائمة ليقوم قائد القطار بقراءة الرقاقة بواسطة الهاتف الذكي للتأكد من دفع الراكب لرحلته واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية فيسبوك يختبر ميزة الفيديوهات الفورية أعلن القائمون على موقع فيسبوك أنه يجري اختبار ميزة جديدة للمستخدمين من شأنها أن توفر لهم في استهلاك باقات الانترنت الشهرية على هواتفهم الذكية الخدمة الجديدة ستتيح للمستخدمين تنزيل الفيديوهات عبر شبكات الواي فاي على أن يكون باستطاعاتهم مشاهدتها في وقت لاحق مجانا أثناء التجوال دون الحاجة لاستهلاك باقات الانترنت ونطالع من صحيفة القبس الكويتية واتساب يتيح ميزة طال انتظارها جاء في تفاصيل الخبر أكد تقرير جديد أن ميزة حفف الرسائل في تطبيق واتساب بعد إرسالها أصبحت تعمل أخيرا وبدأت تطبيق اختبار الميزة الجديدة أنسيند حيث يبدو أنها أصبحت جاهزة تقريبا لتتاح لدى جميع المستخدمين في العالم بعد عمل دام شهورا من أجل تطويرها وختاما مشاهدين من صحيفة المصر اليوم المصرية انطلاق طاقم فضاء أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية أظهر بث تلفزيوني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا انطلاق رائدين فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي من كازغستان في رحلة تستغرق ست ساعات إلى محطة الفضاء الدولية وسيبدأ الفريق مهمة تستغرق خمسة أشهر في المحطة التي تدور على بعد نحو أربعمائة كيلو متر فوق كوكب الأرض نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا بطلة الليبية تمكنت بالمثابرة والاجتهاد من تثبيت اسمها في رياضة رمي القرص والإطاحة بالمطرقة حيث لم تكتفي بمكانة محلية فحسب بل نجحت في حصد ألقاب وميداليات إغليمية ودولية وبمجهود ودعم من والدها الذي يتولى تدريبها أثبتت أن المرأة الليبية قادرة على الإبداع في الرياضة كما في مجالات الحياة الأخرى التقرير التالي والتفاصيل حول قصة البطلة الليبية رتاج السائح ليس للإبداع لون أو عرق أو جنس هنا في ليبيا وبدعوة العادات والتقاليد أحيانا تعزف بعض النساء الرغبات في ممارسة الرياضة عنها خصوصا تلك التي تعتمد على القوة الجسمانية والبدنية رتاج السائح بطلة الليبية تمكنت من حجز مكانها عن جدارة بالمثابرة والاجتهاد في رياضة رمي القرص والإطاحة بالمطرقة حيث لم تكتفي بمكانة محلية فحسب بل نجحت في حصد ألقاب وقلائد إقليمية ودولية بمجهودات ودعم متواضع من والدها الذي يتولى تدريبها في ذات الوقت طبعا بالنسبة للي تاج الآن تخدم في المرحلة الرابعة والخامسة للانتقال إن شاء الله لـ 2020 وتحتاج إلى اهتمام كبير بالنسبة للوصول للولمبياد تحتاج إلى دعم دولة ولكن مشكلتنا في الإدارات الرياضية الليبية هي كارثة طبعا بالنسبة لنحن في مواهب في ليبيا أطمصت وهمشت من قبل الإدارة الرياضية خاصة في حالة رتاج هذه بطل أواتي أو جاهزة ورغم معاقبة الاتحاد الليبي لألعاب القوة لها بسبب مشاركتها دون علمه مؤخرا ببطولة أفريقيا إلا أنها تواصل استعداداتها هذه الأيام للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو عام 2020 مشاركة تتطلب من الجميع نفذ خلافاتهم وتقديم كل الدعم لهذه البطلة لضمان الضفر بالميدالية الذهبية في اللعبتين وكتجربة نجحة دعت السائح النساء الليبيات للإبداع والانطلاق دون تردد في شتى المجالات كون المرأة الليبية قادرة على الإنجاز والتميز والنجاح طموحي بإذن الله أخذت بطولات عربية أفريقية والبحر المتوسط لكن طوى طموحي 2020 في توكيو أريد الله أن نشرف ليبيا ونكون واحدة من المتوجات يريد كل من عنده موهي بيطلحها ما يخافش لمن المسؤولين ولا يخاف من أن الناس يقولوا عيبة أو هيكي تقدر تكمل مشوارك قصة نجاح ممزوجة بالإصرار والمثابرة نسجتها رتاج أمل مكنها من تطوير نفسها واجتهاد أوصلها لمنصات التتويج التي تطمح لإعتلائها في المستقبل القريب معتزل خريف لأخبار الآن طرابولس أفاد باحثون من جامعة إست إنجلينا بأن الطقس المرعب الذي اجتح المحيط الأطلسي هو مجرد مثال خفيف على أمور أخرى قادمة وقد تعرضت الأمريكيتان الشمالية والجنوبية لإعصارين مدمرين خلال الأسبوع الأخيرة وهما هارفي وإرما على التوالي في حين يتوقع يضرب الإعصار الثالث خسي خلال الأيام القليلة المقبلة ووفقا لخبراء المناخ فإن هذه ليست مجرد مصادفة بل هي دليل على أن الاحترار العالمي في ازدياد خلصت دراسة حديثة أجرها المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إلى أن استهلاك ثلاث حصص يومية من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الأرز البني يقلل من خطر الإصابة بسرطان القلون بنسبة 17% في المقابل أشارت الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القلون كما أظهرت أن النشاط البدني كممارسة الرياضة يحمي أيضا من هذا النوع من السرطان قالت دراسة علمية حديثة إن النساء اللواتي يحببن الطعام قد يشكلن خطرا على صحة أزواجهن وجد الباحثون أن الرجال الذين يتزوجون نساء البدينات هم أكثر عرضة لمرض السكر من أولئك الذين لديهم شركات أقل حجما وضف العلماء أن نمط الحياة المشترك مثل سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة هو الجاني إذ تؤثر النساء البدينات على أنماط أكل وأنشطة رجالهن بعيدا عن الصحة وفي خبرنا الأخير أدى مدير الشركة علي بابا الصينية جاكما رقصة مستلهمة من المغني الراحل مايكل جاكسون خلال حفلة لموظفي شركته ويقيم جاكما الحفلة كل عام ويحضرها نحو أربعين ألفا من موظفي الشركة وتعد شركة علي بابا أكبر شركة في الصين للتجارة الإلكترونية وتقدر قيمة فروة جاكما بنحو ثلاثين مليار دولار وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين في مفاوضات إستانة السادسة توقعات بالاتفاق على خفض التسعيد في ريف إدلب وحجم القوات المراقبة للهدنة كوريا الجنوبية تجري مناورة حية هي الأولى من نوعها بصواريخ كروز ومجلس الأمن يدين العنف في ميانمار ويطالب بخطوات فورية لوقف العنف بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد قل من نصف ساعة في مجازة الأنبى كونمانا